يطار مسلسل سكويد جيم حقيقي ولا اكشن غير واقعي؟ سكويد جيم او لعبة الحبار المسلسل الاشهر دلوقتي على منصة نتفلكس اللي بيحكي عن مجموعة من الناس اللي عليها ديون بيجتمعوا مع بعض في جزيرة ومطلوب منهم ان هم يشاركوا في 6 ألعاب مختلف عشان في الآخر اللي هيفوز هياخد مبلغ بالمليارات يقدر يسدد الديون اللي عليه وكمان يعيش غني طول حياته ومن هنا بيبدأ الصراع الانساني والنفسي والشر اللي جوه كل انسان فينا بيظهر ويبدأوا يقتلوا بعض سواء المشتركين او الجنود اللي مطلوب منهم ينفذوا الاوامر دي لحد ما تكتشف ان اللعبة اساس فكرتها مجموعة من الاغنية زهقوا وعايزين يستمتعوا ويدخلوا عوامل اصارة جديدة بحياتهم فقرروا يعملوا اللعبة دي ويستمتعوا بقتل البن قدمين دول المسلسل هنا بيناقش في الاساس فكرة معينة وهي ان الناس اللي عندها فلوس وسلطة ما عندهمش مشكلة يستمتعوا بعذاب اللي قدامهم من اجل المتعة الشخصية وان حتى الاشخاص اللي كانوا مسؤولين عن ادارة اللعبة اللي هم الجنود مكانش عندهم اي مشكلة خالص يسمعوا كلام المنظمين ويموتوا اللي قدامهم بدون اي تفكير السؤال بقى هل ده حقيقي ولا اكشن غير واقعي الاجابة على السؤال ده نرجع لسنة 1961 لما قرر العالم استني ميلجرام من جامعة يال في امريكا انه هو يعمل سلسلة من التجارب الاجتماعية سماها ميلجرام اكسبرمنت كان علشان يقص بيها الى اي حد الانسان ممكن يسمع كلام اللي فقيه في السلطة حتى لو هيئذي ناس تانية وده كان بناء على محاول التفسير ليه الجنود النازلين كانوا بيسمعوا كلام القادة في تعذيب الناس ايام الحرب العالمية ولانه كان شاكج ان الموضوع بيتوقف على طبيعة الشخص الالماني الاسي فقرر يعمل التجربة على الشعب الامريكي بعد كده يعملها على الالمان التجربة كان بتطلب من شخص اللي بتعامل عليه التجربة اصلا وهنسميه التيتشر ان هو يعلم شخص تاني مشترك مع العالم وهنسميه الليرنر كان بيعلمه بعض الكلمات المتلازمة بعضها الاتنين دول المفروض بينهم حيطة عشان ما يقدروش يشوفوا بعض لما كان الشخص التاني بيغلط كان بيبقى مطلوب من الشخص الاولين اللي هو التيتشر ان يدوس على زرار ويصعقوا بالكهرباء طبعا الحقيقة انه ما كانش اصلا بيتصعق بالكهرباء ولا حاجة انه مع ذلك كان بيبقوا مسجلين صوت للصاقة وبيتظاهر الشخص التاني انه بيتصعق فعلا وبيتقلم ومع كل غلطة كان مقدار الصاقة بتزيد شوية بشوية من اقل فولتو هو 15 لعلى فولتو هو 450 ومع ان الشخص الاول اللي هو التيتشر كان متخيل فعلا انه بيدي صاقة حقيقية ففي ناس كتيرة جدا استمرت بالتجربة واللي كان بيعترض منهم كان العالم استني او عالم مساعد تاني بيقوله لو سمحت كمل ولو استمر في الاعتراض كان بيقوله انت لازم تكمل ولو استمر تاني في الاعتراض بيقوله مفيش حل انك لازم تكمل ولو استمر بالاعتراض التجربة هنا كان بتقف نتيجة التجربة في الاخر بالرغم من انه تعامل استبيان قبل ما تتعامل التجربة على الناس عادية وعلماء تانيين طلبوا منهم يتوقعوا كم في المية من الناس هتستمر في التجربة لحد الاخر وكانوا متوقعين ان مش اكتر من 3% بس اللي هيكمله التجربة للاخر ويوصلوا الاعلى فولت اللي هو 450 فولت اللي هو اكيد الفولت ده قاتل للانسان بس هنا كانت مفاجأة التجربة وضحت ان حوالي 65% من الناس اللي اشتركوا استمروا لحد 450 فولت وحوالي 100% بس وصلوا ل300 فولت فالحمد لله انه ما كانش صعقة حقيقية ولان النتيج دي كانت مفاجأة للعالم استنلي فكرر ان ملوش لازم يعمل التجربة على الالمان وانه واضح ان الموضوع عام وملوش حلاقة بطبيعة شعب معين وتيجي سنة 1971 ويبدأ علم نفس اجتماعي اسمه فيليب زنباردو في جامعة ستانفورد في امريكا بدأ يفكر في تجربة جديدة دكتور فيليب كان فيه سؤال مهم جدا بيشغل باله ومش لقيله اجابة هو احنا بنتولد فعلا اشرار ولا الشر ده ممكن ينشأ نتيجة السلطة والقوة اللي بناخدها من موقف معين السؤال تجيب باله هو وعلماء تانيين لما بدأوا يتعمقوا في موضوع التعذيب والتعديات اللي كانت بتحصل من الحراس ناحية المساجين في السجون في امريكا دكتور فيليب والعلماء اللي كانوا معاه كانوا مقتنعين ان السلطات والصلاحيات اللي بتتاح للحرس هي اللي بتحولهم الوحوش وبناء عليه قرروا يعملوا التجربة دي ويقرر العلم فيليب بامريكا انه يعمل تجربة علمية اجتماعية عشان يدرس فيها سلوك الانسان وهو في ايده السلطة وسمها ستانفورد بريزون اكسبيرمنت تعتبر واحدة من اشهر التجارب في علم النفس وكمان من اكثرهم اصارة للجدر والانتقادات التجربة دي كمان اتعاملت فيلم سنة 2015 اللي اتسمى باسم التجربة التجربة بدأت بانه عمل اعلام في الجورنال انه عايز رجالة يشتركوا في تجربة اجتماعية تقريبا لمدة اسبوعين وهيديهم في اليوم 15 دولار حوالي 70 شخص بس تتقدموا كمتطوعين بس 24 واحد من المتقدمين اتقابل ان هم يشتركوا في التجربة بعد ما تم استبعاد بعد المتقدمين اللي عندهم سجل جنائي او بيتعاطم خدرات وفي يوم 14 اغسطس في منطقة بولو قلته يتفاجئ 12 شخص بوجود عربيات شرطة قدام بيتهم وانهم بيتقبض عليهم وسط اهلهم وجرانهم بشكل مهين جدا وكأنهم مجرمين بجد طبعا محدش كان متوقع الكلام ده وكل حاجة كانت اشبه انها واقعية كمان الحراس لبس يونفورمو موحد واشالوا اسلحة خفيفة زي اللي بتبقى مع الحراس في السجون والمسجونين يتحطوا في مكان شبه السجن في بادروم تحت جامعة ستانفرد بدون الدخول في تفاصيل وتقدروا تشوفوا الفيلم ده كانت نتيجة التجربة صادمة التجربة كانت من المفترض تكمل اسبوع او اسبوعين بس اللي حصل انها انتهت في سادس يوم بسبب الانهيارات النفسية اللي مر بيها المساجين لدرجة ان واحد فيهم اضرب عن الطعام وكمان بسبب التعديات المبالغ فيها من كتر ما الحراس كانوا بيتعاملوا بوحشية مع المسجونين وبالتالي توصل العالم فيلم ان مجرد بس المحاكاة بتاعت السجن ووجود سلطة حاولت اشخاص سليمة نفسيا ما عندهمش اي صفات وحشية لناس ما عندهاش مشكلة يؤذر بين قدمين اللي قدامهم بس كانت فيه مشكلتين بتواجه التجربة دي واللي اثرت على النتائج اولا في التجربتين كان العلماء بيوجهوا الناس اللي بتعامل عليهم التجربة حتى لو طريقة غير مباشرة وبالتالي ممكن ده اثر على سلوكهم ثانيا مع ان الناس اللي كان بيتعامل عليهم التجربة كانوا عارفين انهم مترأبين واللي كان المفروض ده يخليهم يتصرفوا بطريقة احسن بس مجرد من ان العالم ما تدخلش لما سلوكهم ابتدى يتغير ويبقى وحشي ده ممكن يكون خلاهم متوحشين اكتر لانهم متأكدوا في الوقت ده انه مفيش عقاب في النهاية التجربة تنظر بالرغم من المشاكل العالمية اللي فيهم الا انه هما بيدوا انطباع عن تأثير السلطة وعن النفس البشرية بجوانبها السيئة والشر المطفون جوا كل واحد واللي يقدر يطلع لو ما حجمتش النفس البشرية الدين والجوانين ففي الوقت اللي بتتفرق فيه على سكويت جيم ومش متأكد هل ده ممكن يكون حقيقي ولا لا افتكر الآية الكريمة اللي بتقول اشتركوا في القناة